أعلنت حركة حماس أن تدرس رد إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزة مرتبطة بإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين بالقطع كان مصدرنا سياسي إسرائيلي رسمي قال إن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية وأوضح المصدر الإسرائيلي أنه تم تقديم مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطع شدد المصدر الإسرائيلي على أنه رغم كل هذا فلن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار بغزة إلا لبضعة أسابيع استشهد ثمانية فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات فجرا جراء قصف قوات الاحتلال منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطع غزة أفادت توكلة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم رضيعة كما استشهد أربعة آخرون وأصيب نحو ثلاثين في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته أشرت الوكالة أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها على مدينة غزة وأن القصف تركز على حي الشجاعية حيث استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحوثي أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن الأمر الذي ألحق أضرارا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة عدروميدا ستار وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن صاروخا سقط في محوث سفينة ثانية تحمل اسم مايشا لكنها لم تتعرض لأضرار هذا وأعلنت شركة أمري البريطانية للأمن البحري أن ثلاثة صواريخ رصدت أو رصدت على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة المخى اليمنية وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن إحدى السفن لحقتها أضرار وأشارت في بيان لها أن السفينة أصيبت بصاروخين على ما يبدو مما أسفر عن وقوع أضرار بها أعلن حزب الله أنه قصف موقع حبوشيت ومقار قيادة لواء إسرائيلي في ثكنة معالية جولاني بعشرات الصواريخ الكاتيوشا أدن على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوب لبنان وأوضح الحزب أنه تم إطلاق رشقة صاروخية نحو مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبع وجبل الشيخ مشيرا إلى أن مقاتليه استهدفوا موقع الرمثة في تلال كافرشوبة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه بشكل مباشر وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال له عناصر تابع الحزب الله في جنوب لبنان قال مصدرنا بالمخابرات الأوكرانية أن روسيا تستهدف خطوط السكك الحديدية في أوكرانيا لتعطيل إيصال الأسلحة الأمريكية إلى خطوط المواجهة وتعقيد اللوجيستيات العسكرية من جانبهم قال مسؤولون أوكرانيون أن هجوما استهدف محطة سكك حديدية في بلد خاركيف المتخيمة لروسيا أصفر عن إصابة 13 منهم ثلاثة عمال سكك حديدية كانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في أوكرانيا أفادت بأن هجمات روسية استهدفت البنية التحتية للسكك الحديدية في منطقة دونستيك شرق أوكرانيا وفي منطقة خاركيف شمال شرق البلاد ومنطقة شيريكاسي في وسطها رياضيا تأهل الأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي 17 في تاريخه وذلك بعد فوزي الكبير على مضيفه مازينب الكنغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولية في إياب نصف نهائي دوري الأبطال سجل ثلاثية الأهل كل من محمد عبد المنعم في الدقيقة 68 ووسام أبو علي في الدقيقة 84 وأكرم توفيق في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدل الضائع سيواجه الأهل في النهائية الترجل التونسي بعد فوضه السمين على مضيفه ساندعونز الجنوب الأفريقي بهدف النظيف